النهاردة عندنا حكاية جديدة عايز اكلمكم فيها وهو ادمان النايت كلم النايت كلم اللي هو الاسب كلون دوا بيتاخد للناس اللي هي بيبقى عندها مشكلة في النوم او الارق المشكلة اللي تحصل في الدوا ده ان هو بيتاخد بدون وصفة من دكتور يعني دايما بيتاخد عن طريق صيدالي او ان انا بروح انا الصيدالية اطلب من الصيدالي ان انا عايز العلاج ده فبالتالي انا ببدأ استخدمه لوحدي من النفسي وبسيء استخدامه ببدأ اخده بعد كده بجرعات كبيرة بلاقي نفسي دخلت في مشكلة ان انا باخد حباية حبايتين تلاتة شوية بيت باخد نص شريط باخد شريط شرطين تلاتة خمس شرائط المشكلة بتبقى في حاجتين اول حاجة ان انا ما بدأت استخدمه انا كان عندي ارق او عندي قلق انا متخيل ان الموضوع بسيط وهيتحل كده مني النفسي ومش عايز اروح لدكتور وبالتالي قصة انها ما تحلتش ودخلت في مشكلة تانية بقى عندي مشكلتين المشكلة الاولية اللي انا بقى عني منها ما تحلتش والمشكلة التانية انها بقى عندي ادمان لحاجة تاني فبالتالي اذا انا عندي مشكلة في النوم مفروض بلجأ لطبيب مختص في قصة امراض النوم دي وبشوف بيقيم المشكلة هل انا عندي ارق هل الارق ده سببه مشكلة انا بمر بيها او ظروف انا بمر بيها ولا هو سببه اضطراب تاني هو اللي مسبب لي عدم النوم ده فبالتالي مهم جدا ان احنا نقيم الامور نشوف ايه اللي مطلوب هل انا محتاج فحوصات هل انا بس محتاج مجرد بعض النصايح والعداد الصحية اللي انا محتاج اعملها عشان احسن جودة نومي ولا انا محتاج علاج ان انا اخده بس هو ده اللي احنا يعني عايزين نواجده لكم ودمتم بخير ودايما تابعونا لتلقي كل ما هو جديد شكرا جزيلا لكم